السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب الصف الثالث السنوي حبيب قلبنا المحترمين فيديو السريع دي كده ان شاء الله جماعة خاص طلاب السناتر يا جماعة في القاهرة اللي كانوا عاملين من بدري مصر احنا امتى هنخش في الباب التالت احنا امتى هنشتغل معرفش ايه طيب حبيب قلبي بس احب اطمن الناس اول حاجة ان الحمد لله انا صحيا افضل عشان الناس كانت الان الاسبوع اللي فات يقول لك مستر خالد حبيبي احنا عادي ببشر بنتعب زي بقية الناس بنتعب ما احنا قلنا جماعة قبل كده سمانية تجري على الناس كلهم ولا بد للانسان يلقى السمانية ثمان حاجات كل الناس بنشوفه صح سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية ففي سقم وعافية احنا كنا في عافية نحمد الله عليها وربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بقليل من المرض برضو نحمد الله علي ونكن على البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين ده عهد ربنا سبحانه وتعالى بعباده الصالحين لازم تبقى عبد صالح تصبر على ابتلاء ربنا برضو الحاجة التانية ما تفتكرش يا ابني ان احنا سوبرمان ماشي اوكي يعني احنا بنحاول نكتهد وكده بس احنا بشر برضو بنتعب زينا زيك بالزبط ضغوط لحياة تتعبنا يعني وانت فاهم برضو عامل السن بقى ومستر خالد فاقول الحمد لله مبدئين كنا جماعة بالنسبة لطلاب السنتر اللي كاية بتسأل على دخول طلاب جدد احنا ان شاء الله المحاضرة القادمة جماعة بدءا من يوم الاربع والخميس القادم احنا باذن الله هنبدأ في الباب التاني وطبعا لما هنروح المحاضرة هنقول كمان تفاصيل ورشة العمل والشامل بتاع الباب الاول والتاني لان احنا عاملين شامل على الاول والتاني طب ايه تفاصيل الدخول بالنسبة للطلاب هل متاح اماكن ولا مش متاح اماكن والله جماعة هو مش متاح اماكن في كل الاماكن حلوة دي مش متاح اماكن في كل الاماكن طب ايه اللي متاح هيبقى لبي المتاح عشان انا كمان دايما بقول ما نعملش ضغط على اماكن معينة احنا هنسيب لك اسفل الفيديو هنسيب لك في الفيديو ارقام التواصل مع كل مكان من السناتر اللي احنا موجودين فيها السناتر اللي فيها اماكن هتستقبل تليفون حضرتك وتبدأ تسجل الحجز بتاعك وتسجل اسمه طيب المكان اللي ما عندوش هيعتذر لك بكل ادب ويقول لك لا انا ما عنديش مكان خلاص مش هنقدر ان احنا ندخلها لي يا جماعة عشان بعنا الطالب بتقول لك اصلي انتو بس بتدخل وخلاص لا يا حبيب احنا بنفضل قفلين على طلابنا طول الباب وبنأكد كمان في الباب التالت ان اي حصة غياب الطالب مش هيحضر تاني لي يا بابا الباب ده كله مرتبط جدا ببعضه مش هاسمها حصة مش معتمد على حصة كله معتمد على قبله طيب فيه غياب لا مفيش هاسمها طالب يغير طيب الطالبة اللي حاب تخش احنا يسعيدنا دايما انك تكون الطالب بتاعنا بس تخش بنظام النظام زي ما احنا قولنا انك هتتواصل مع المكان اي حد هيجي على معاد الحصة ويحاول يخش ومش مسجل حجزه حضرتك مش هتخش انا بنبهك عشان بترجعه وتزعله مننا حبيبي حضرتك حابب انك انت تخش المكان ده حضرتك هتتواصل مع الارقام اللي احنا سيبينها لك وتشوف هو يسجل حجزك ويقولك ان حجزك بتاع الحصة اتمم بالنسبة الناس اللي حاب تخش معنا جديد هو هيسجل حجزك ويقولك تعالى على معاد الحصة حضرتك في مكان يسعيدنا انك تكون معنا طب مفيش مكان احنا بنعتذرلك ممكن انك تخش معنا في الانلاين ولما يتوفر ان شاء الله ما كان على الارض يقدر تكون معنا مع التأكيد على حاجة ان احنا لما هنمتحن الشامل ما تجيش تقولي اصلا انا ما كنتش معاك لا حبيبي انت هتمتحن الشامل ولازم تتجاوز الامتحان الشامل حد الادنى درجة النجاح لازم تحقق درجة النجاح دايما بنقول المعلومة دي للطالبة مش حاجة جماعة اسمعها طالب سنوية عاما بيسقط ليه حبيبي تسقط ليه ده معناها ان فيه اهمال ما تراكمش شغلك ونقعد نقول يا جماعة احنا عندنا تراكمات تراكمات وفي الاخر بنلاقي النتيجة غير مرضية حبيبي طب ما انت اللي عملت كده في نفسك ليه تعمل كده طالب المحترم دايما يا جماعة حتى وان كان فيه خسور في جزئية من الجزئيات لازم يقوم ويكمل ويعافر عشان يحقق اللي هو عايزه لكن تلاقي الطالب يقولك ايه اصلي لا انا الباب الاول والتاني واقعين مني طب حبيبي ما هو التالت كمان هيقع منك ليه لان انت ما زلت شغال بنفس الطريقة ما عندكش العزيمة والاراضة ويرط التغيير انك تغير نفسك وتقوم وتشتغل فتلاقي واحد عمال يضيع باب ورا باب ويقولك ايه ويقعد ينعي حظه حافظ ايده على خده كده ومطلوب بقى من المدارسين ان المدارسين دول صحرة لا بابا المدارس ده مش ساحر مفيش اي مدارس مع احترامي ايا كان هتروح له حصة او حصتين فهيخليك عبقاري في المدى وانما هو بيمش معك واحدة واحدة عشان يوصلك فحضرتك لو حابب تشتغل احنا تحت امرك حضرتك حابب تتدلع رجاء ما تجيش لان احنا اصلا مش حمل دلع من حد احنا بنخش ناس مهتمة بشغلها وعايزين طلبة هم كمان باذن الله على نفس الشاكلة دي حابة انها تشتغل مش حابة انها تتدلع اي طالب مش عايز يشتغل ما تجيشي بابا انت ليه بتصرف فلوس اهلك وترميها في الارض وده كده اسمه ان انا برمي فلوس اهلي في الارض وانما انا اعمل ايه انا لا اروح شغلي اروح درسي اشتغل اكتهد ابز المجهود كويس احقق درجات كويسة في الامتحان عشان اسعد الناس اللي بتتعب علشان يدي عندك استعداد لكده احنا زي مولو كده ايه في خدمتك ما عندكش استعداد لكده برضو ليك مننا الكلمة الطيبة وحسن المعاملة لكن ارجوك ما تتعاملش معانا على مستوى العمل ده اللي احنا بنطلبه من طلابنا وهنسيب لك اوعى تنسى ارقام التليفونات في اخر الفيديو وهنسيبها لك تاني في وصف الفيديو شوف الفيديو كويس واكد اوعى تروح الا لما تتصل بالمكان وتتأكد ان المكان في مكان لحضرتك ومتوفر مكان لحضرتك شوفكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة